اشتركوا في القناة الاسم نادي مولودية الجزائر اللقب العاميد ابناء القصبة فريق الشعب فخر العاصمة باب الوادي الشهداء نادي مولودية الجزائر هو نادي عاصمي من مدينة الجزائر العاصمة تأسس سنة 20 أغسطس 1921 الأحمر والأخضر هي ألوان النادي يلعب في ملعب 5 جوليا 1962 أو بملعب عمر حمادي بولوغين ويعتبر عميد الأندية الجزائرية حيث أنه شارك في البطولات التي كانت تقام في زمن الاحتلال الفرنسي للجزائر يمتاز الفريق بجمهوره الكبير ويلقبون بشناوة الذين يسجعون فريقهم بقوة ويقفون إلى جانبه في السراء والضراء وقد صنف الشناوة حسب قناة كانال بليس الفرنسية كعشر جمهور عالمياً متخطياً العديدة من الجماهير الأوروبية والعالمية المعروفة كما يعتبر العميد النادي الأكثر جماهيرية في الجزائر الأكثر شعبية رئيس الفريق قاسي سعيد المدرب وهو فرنسي الجنسية بيرناند كازوني والهدف التاريخي لمولدية الجزائر عبدالسلام بوشري 164 هدف ومجموعة الداعيمين تلقى بفرديليون ولقد تحصل فريق مولدية الجزائر منذ نسأته على ألقاب منها 12 لقب وطني بين بطولات وكأس كما تحصل على كأس إفريقية واحدة سنة 1976 التي تعد أول كأس قارية تحصلت عليها مولدية الجزائر على مستوى الترتيب الوطني يحتل العميد المرتبة الثانية بعد شبيبة القبائل كما نشير هنا بأن نادي مولدية الجزائر هو الفريق الجزائر الواحد التي تحصل على الثلاثية التاريخية عام 1976 بطولة وطنية كأس الجزائر وكأس إفريقيا للأدية البطولة ويعتبر أن صار مولدية الجزائر ظاهرة هذا الفريق العارق إد يعد الأكثر شعبية في الجزائر ومن أكثر الفرق شعبية في الوطن العربي وإفريقيا على الأموم هذه الشعبية الخارقة راجعت لعدة أحداث تاريخية وريادية من أهمها كون المولدية أول فريق جزائري مسلم أسس في فترة الاستعمار مما جعله يكن العميد ويكتسي ثوابت الوطن وما بردئه في مكافحة الاستعمار أطحى نادي مولدية الجزائر رمزة الجزائري رياديا وظاهرة اجتماعية مع مرور السنين والآن لم يبقى سوى أن أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام اشتركوا في القناة